نظر صدام مسلح بين الصين والولايات المتحدة على ضوء إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بيلوسي عزمها زيارة تايوان خلال جولتها الآسيوية لعرض دعم بلادها على تايبي في زيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع منذ عام 1997 للجزيرة التي تصر بكين على تبعيتها لها وزارة الدفاع الصينية استبقت الزيارة وأعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ إجراءات حاسمة لكبح التدخل الأجنبي في شؤون الصين الداخلية وسائل إعلام أمريكي اعتبرت الكشف المسبق عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي خاطئا حيث قالت مجلة فورين بوليسي إنه كان الأجدر عدم نشر بيلوسي خططها على الملأ لكن المجلة في الوقت ذاته حذرت بيلوسي من التراجع عن زيارتها معتبرة أن الأمر سيكون علامة على الضعف وسيعطي إشارة إلى الحزب الشيوعي الصيني بامتلاك حق الفيتو على جداول سفر المسؤولين الأمريكيين صحيفة فاينشال تايمز الأمريكي رأت أيضا أن الصين ذهبت إلى أبعد من التهديد باتخاذ إجراءات قوية في إشارة إلى رد عسكري محتمل من قبل بكين وهو ما قد يشعل نزاعا مسلحا بين القطبين خبراء عسكريون لم يستبعدوا أن تقرر الصين وضع عراقيل في المياه والأجواء حول تايوان وأن ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة بيلوسي في مؤشر واضح على رغبة بكين في التصعيد العسكري وتأتي زيارة بيلوسي إذا ما قدر لها أن تحدث وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين من ناحية وبين واشنطن وموسكو وحليفة الصين من ناحية أخرى على ضوء الأزمة الأوكرانية وهم سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة بل ربما يتسبب بمواجهات تمتد لتشمل دولا أخرى